المحليل الوريدية من الحاجات اللي مفيش غنى عنها للمريض وقبل ما تخترى عدد جوير من المرضى كان بيموت نتيجة للجفاف عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن فلوود سيرابي هنتعرف على تاريخ المحليل الوريدية كمان هنتعرف على الـ Body Fluid Regulation of the Body Fluid أنواع المحليل الوريدية وأمثلة عليها كمان هنتعرف على الـ Indication والـ Contra Indication لكل واحد فيه في القرن الثمنتاشر حصلت كرسة الكوليرا واللي انتشرت سنة 1832 وراحت حيطها كتير جدا من الناس في الوقت ده لاحظ الجراح البريطاني وليام رابيرت في عينات الدم اللي أخدوها من مارتا الكوليرا أن الدم بيفقد نسبة كبيرة جدا من سوائل الجسم المعلومة دي خلت صديقه الطبيب البريطاني توماس لاتا يفكر في استخدام المحليل الوريدية للتعويد عن السوائل المفقودة وفعلا بدأوا يطبقوا الفكرة على خمسة من المرضى وبالفعل الفكرة نجحت في إنقاذ حياتهم وبدأوا يبعثوا أبحاثهم لمجلة زلانسة الطبية لكن في الوقت ده كانت الكوليرا بدأت تختفي بالإضافة إن بعض الحالات اللي عملوا عليها التجارب اتوفت بعد كده نتيجة لتحلل خلايا الدم وده نتيجة لإن المحليل نفسها ما كانش متحضر بالشكل الصحيح اللي كان يشبه نسبتها في الدم بعد كده توفى العالم لاتا لكن الفكرة نفسها استمرت وبدأوا يتواروها واعتبروه هو البطل الحقيقي لقصة المحليل الوريدية وفعلا كان أول محلول وريدي اتطور بشكل يشبه بلازمة الدم هو الرينجر وده لإنه بيحتوي على السوديم والبوتاسيوم والكالسام واسم الرينجر نسبة للطبيب الإنجليزي دكتور سيدني رينجر وفترة التلاتينات تم تعديل محلول الرينجر عن طريق طبيب الأطفال أليكسيز هارتميل وإضافة الليكتيت للمحلول وسمي بالرينجر لكتيت أو محلول هارتميل هنلاقي أن 40% عبارة عن سولدز بتمثل البونز والمسلز والتيشو وال60% هتبقى عبارة عن فلويدز ال60% فلويدز هنلاقي منهم تلتين انترا سيرير فلويد وتلت اكسترا سيرير فلويد الاكسترا سيرير فلويدز هنلاقيها عبارة عن 75% انترا ستشيال فلويد و25% بلازمة في عندنا تلاتة ميجر كمبارتمنت أول حاجة هو السيلز يه 25 لتر بتمثل الانترا سيرير فلويد كمبارتمنت اللي هي حوالي 40% من التوتل بادي ويت ما بين الخلايا وما بين الانترا ستشيال فلويد هنلاقي السيل ميمبرين بعد كده بيجي الانترا ستشيال فلويد اللي هو بيمثل 12 لتر بعد كده البلازمة اللي بتحتوي على 3 لتر لكن بالنسبة للبلات فليام التوتل بيكون 5 لتر اللي منه 3 لتر بلازمة زائد 2 لتر موجودين في الار بي سيلز ما بين الانترا ستشيال فلويد وما بين البلازمة في الكابلاري ميمبرين اللي اتنين مع بعض اللي هما الانترا ستشيال فلويد مع البلازمة بيمثلوا الاكسترا سيرير فلويد كمبارتمنت اللي هي 20% من التوتل بادي ويت توتل بادي ويت النسبة دي بتتحدد على حسب العمر هنلاقي ان نونيتس بيمثل الفلويد فيها حوالي 80% اما الانفنت حوالي 6 شهور بتمثل 70% شايل 5 ييرز حوالي 65% الادلت ميل 60% والالدورلي ميل 50% اما الادلت في ميل بتمثل حوالي 50% لما نيك نشوف الفلويد بالانس جوه الجسم هنلاقي ان فيه ووتر جينز وفيه ووتر لوس التوتل دي لي لوس حوالي 2.6 لتر بيتمثله في ان الاسكن بيطلع منه 600 ملي اللونج حوالي 400 ملي اللي كان نيه 1.5 لتر اللي هي بتتمثل في اليوري نيشن والانتستان 100 ملي اللي هي بتكون موجودة في الاسطول اما بالنسبة للفلويد جين بتكون حوالي 1.5 لتر الصوليد فولز حوالي 800 ملي والووتر اوف اكسيديشن حوالي 600 ملي ممكن عن طريق الديفيوجن ودي باسف ترانسبورت يعني مش محتاجة انرجي لانه بيتنقل الصوليدس من التركيز الاعلى الى التركيز الاقل وبينتج عنه اكتف ترانسبورت بيحتاج الاتب توموف صوليدس الاتب دي عبارة عن طاقة يعني بيحتاج طاقة علشان يحرك السوليس من الارية low concentration to higher concentration واكزامبل عندنا لها السودم انتبتاسيوم بام اسموزس بسيب مو المنت اوف الفلويد اكروس من برين فروم ان ارياوف لور صوليد كونسانتريشن تو ارياوف هاير صوليد كونسانتريشن وبتتوقف الحركة دي لما يكون البو سايدس هاف ان ايقول صوليد كونسانتريشن فلويد موفمنت سرو كابلاري وال ازاي بيتم حركة السوايل داخل الكابللري كابللري فلتريشن هي الموف من اففلويد سروه هيدروستاتيك بريشر بلانست باي بلازمة كولويد ايزماتيك بريشر فروم الالبيومين ستقوز سري ابسوربشن اففلويد انت سوليوس لم نيجي نشوف في الرسمة اللي قدامنا هنلاقي ان الهايدروستاتيك بريشر بياخد استوائل لبرة اما الاسماتيك بريشر بيدخل استوائل لجوه وده نتيجة لوجود الالبيومين اللي بيكون عامل زي الماغناطيس ويشد المياه تاني لجوه الكابيلوري عملية الفلتريشن وضي ابزربيشن ازاي بيحصل بانس ما بينهم في حالة ان نكون عند الأورتيريا الاند هيكون النيتفلتريشن بريشر حوالي اقوال اور مور زن عشر ميلي ميركري هنا الفلود اكزيز الكابيلوري زينز الكابيلوري هيدراستاتيك بريشر بيكون 35 يعني هنا الهايدراستاتيك بريشر بيكون 35 فبيكون اعلى من الاوثماتيك بريشر داخل الكابيلوري وبالتالي بيسحب السواي لبرا بعد كده mid capillary الnet filtration فيها بيكون zero يعني بيكون الhydrostatic pressure مساوي للإزماتيك pressure اللي هو بيكون حوالي 25 ميلي ميركري اما في عملية الـ reabsorption اللي هي بتتمع عند الـ Venus end بيكون الnet filtration pressure حوالي 7 ميلي ميركري هنا الفلوز re-enter الكابلاري وده نتيلة لان الـ hydrostatic برا بيكون اقل بين الإزماتيك اللي جوه وده علشان يرجع الفلوز تاني داخل الكابلاري من تاني جوه في لويت بالانس ازاي بيتم الحفاظ على توازن السوايل في الجسم هيتم عن طريق ثلاث حاجات الكيدني عن طريق الهيرمون زي الانتودياريتيك هيرمون والأتريال نياترياريتيك بيبتايد هيرمون وثالث واحد هو السيروس ده في الاخر بيحفز لنا على الفلويد هيموستيزيس اللي هي ضرورية عشان الـ normal reaction within the cells كمان is maintained by adaptation to changes in water intake and water loss والويتر بالانس في الاخر هنلاقي الـ amount consumed equal to amount excreted اول حاجة بتتحكم في المنتين الفلويد بالانس هي الكيدني الكيدني بتعمل regulation of sodium and water balance عن طريق الثلاث هيرمون اللي قلنا عليهم لو الجسم محتاج مور فلويد هي retain more طب لو هو محتاج اقل هنا هتعمل less reabsorbed وكمان هتعمل more excreted يعني هتخرج بره الجسم في الاخر هتطلع اليورين اليورين ده بيجي عن طريق التيبيولز من الكيدني اللي بيتجمع في الـ collecting duct وبعد كده يروح على البلدر ومنها يخرج على شكل يورين اول هيرمون بيتحكم في العملية دي هو الـ anti-diuretic هيرمون وده بيعمل regulation of fluid balance in four steps اول حاجة لما يحس ان فيه load blood volume يحصل increase للسيرام اسمو لاليتي يعني كمية السوليس نفسها بتزيد لان الجفاف بيزيد في الوقت ده بيحصل تنبيه للهيبو سرامس اللي بتدي signals او اشارة للبيتيوتري كلاند علشان تطلع الـ anti-diuretic هيرمون ويروح على الـ blood stream الـ anti-diuretic هيرمون بعد كده بيحفز الكيدني علشان تعمل ريتين للوتر او تحبس سوية جوه الجسم لما تحبس سوية جوه الجسم بالتالي هتزود الـ blood volume وهتقل السيرام اسمو لاليتي تاني هيرمون هو الـ anti-diuretic عن طريق الـ renin angiotensin anti-diuretic system واللي بيحصل فيه ان الـ blood flow لرايح الكيدني بيقل هنا بيحصل secret للـ renin into blood stream الـ renin هنا بيحول الـ angiotensin في الليبر لـ angiotensin 1 الـ angiotensin 1 يروح على اللنج بعد كده الـ angiotensin 1 is converted to angiotensin 2 الـ angiotensin 2 بعد كده يروح على الـ adrenal gland ويحفز الـ gland دي ان هي تطلع الـ althosterone لما يطلع الـ althosterone بيخلي الكيدني تعمل ريتين sodium and water this to increase in fluid volume and sodium level بالشكل ده بتحافز على كمية السويل في الجسم ENB او الـ atrial natriuretic peptide وده release when arterial pressure increase لما يزيد الضغط الهيرمون ده counter-active effect of renin-angiotensin aldosterone system by decreasing blood pressure and reducing intra-vascular blood volume لكن هنا يجي الـ ENB يقفل الحنفية زي ما احنا شايفين في الصورة دي فبيتقالي بيقلل blood volume ويقلل systolic blood pressure يبقى ايه اللي بيحصل بالزبط؟ اول حاجة ان هو ساوبرز سيروم رينين ديفل كمان decrease aldosterone release from adrenal gland increase glomular filtration which increases urine excretion of sodium and water decrease anti-diuretic hormone release from posterior podiatric gland reduce vascular resistance by causing vasodilation اخر حاجة في عملية maintaining body fluid هو stress stress بيحصل نتيجة لان البادي فقد fluid او انه eating highly salty food يعني اكل الاكلات ملحة كتير ده بيؤدي في الاخر increase الاكسترا سيرور fluid والسيروم سوديوم وايزمولاليتي الضم ويحصل release للانتيديريتي كرمون لما زيد السوديوم ويزيد الايزمولاليتي يحصل drying للميوكوس منبرين في الماوس يؤدي في الاخر stimulate the stress center in the hyposalmus وبعد كده يحصل increase the water intake and increase the water intake reduce blood concentration وبتقلل الايزمولاليتي فعلا ويقلل السيروم سوديوم في الالدري بلاحظوا ان stress mechanism بتكون less effective than younger person leaving the older person more prone to dehydration بيكونوا اكثر عرضة للجفاء تجمع تجمع لو في hypervolemia يعني في excess fluid volume يحصل انهيباشن لثلاث حاجات الانتيديريتي كرمون والالدوستيرون وكمان في الاخر هيحصل increase ل اما لو حصل هيبوفوليميا يعني فيه deficit في الفلويد فوليم هنا يحصل stimulation للسيرس كمان الانتيديريتي كرمون release والالدوستيرون في الاخر هيحصل decrease لليورينيشن ويحصل normal volume restored بالنسبة للالكترولايت هنلاقيها موجودة في الاكسترا سيلر فليود والانترا سيلر فليود الاكسترا هنلاقي فيها استوديوم والكولوريد نسبتهم اعلى اما الانترا سيلر فليود استوديوم هنلاقيه في الانترا سيلر فليود 15 اما في البلازمة هنلاقيه 142 والانترا ستيشيل هنلاقيه 144 طبعا الفرق واضح انه هو اكتر في الاكسترا سيلر الفليود بالنسبة للبوتاسيوم هنلاقيه 150 في الانترا سيلر فليود اما البلازمة بيكون 4 والانترا ستيشيل 4 برضو فهنا متركز اكتر جوه الخلية مية وتلاتة والانتراستيشيل مية واربعة عشر اما الانتراستير فيو الداخل للخلية هيكون واحد بالنسبة للحوسفيد ان ان هو يبقى اعلى جوال خلية بلازمة اسمولاليتي بلازمة اسمولاليتي النورمال بتاعها من 275 ل 290 ميلي اسمولار بير كي جي ولازم نفرق ما بين حاجة اسمها اسمولاليتي وما بين اسمولاريتي اسمولاليتي هي number of the اسمولز او لكل كيلو جرام من السولفانت اليونت بتاعتها اسمول بير كي جي او الاسم بير كي جي اما الاسمولاريتي هي numbers of the اسمولز or the particles of soliets in one liter of solutions وهي بتساوي number of المولز في واحد لتر في number of the اسمولي اكتف بارتيكلز بير مول اليونت بتاعتها اسمول بير لتر او اسم بير لتر الاسمولاريتي بتاع البلازمة بتتحسب عن طريق المعادلة دي السوديوم زائد البوتاسيوم مضروف في اتنين هنجمعه على البلديوريا نيتروجين ونقسمها على اتنين وثمانية من عشرة زائد الجولوكوز على 18 او المحليل الوريدية وظيفتها بتعمل 3 حاجات اكسباند الانترافاسكولار فيليوم انهايبو فيليمك استيت كوريكت الالكترولايت ومنتين البيزل هايدريشن وبتنقسم للكريستالايت والكولايت بتتحدد على حسب التونيسي وتونيسي هو وملهاش وحدة زي الاسمولاريتي والاسمولاريتي انواع المحليل بتنقسم لهايبوتونيك وايزوتونيك وهيبرتونيك سيليوشن الهايبوتونيك معناه انه هو بيدخل المية جوه الخلية معنى كده ان الاوتسايد بيكون اقل من انسايد المية هتتحرك لداخل الخلية ويحصل بالنسبة للايزوتونيك سيليوشن هيكون الاوتسايد وهنا خلية يعني هتحافظ على نفسها اما الهايبوتونيك سيليوشن هيخرج المية ببرا الخلية وهنا يكون الاوتسايد اكتر من الانسايد بالتالي المية هتتحرك برا الخلية ويحصل او يحصل للخلية بالنسبة للكريستالايت على حسب التونيس دي في ايزوتونيك سيليوشن زي النورمال سلاين وخمسة في المية ديكستروز او الخمسة في المية ديكستروز في النورمال سلاين الهايبوتونيك منها زي 3% سالين الإزمولاريتي بتاعها بيكون أكتر بين 340 ميلي أسميلر بير كي جي أما الهيبوتونيك سالين زي الحف نورمال سالين أقل من 240 من الكيسترلويد محلول النورمال سالين اللي هو 0.9% سوديوم كولورايد الإزازة بتكون 500 ميلي فيها ووتر فيها سوديوم 154 ميلي إيكوفيلانت بير ليدر فيها كولورايد 154 والإزمولاريتي بتاعتها 308 النورمال سالين انديجيتل في حالة الوضر أنتصورت ديبليشن هايبوفولوميك تشوك الكالوسوس وسديهايدريجن هايبونايدرميا كمان في حالة كيتو أسيلوزيس هو الانيشيال في حالات الفلاويد الشالنج في البريرينال أكترينال فليار أما الكونترو انديجيشن ناخد بالنا في حالات الهايبورتينشن حالات الريناليزيز الكونجيستف هورت فليار والبريإكلامسيا وده لأن السوديوم فيه بيكون عالي فممكن يزود السجر في حالات كمان الديهايدريشن والسيفير هايبوكاليميا ملحوظة مهمة عن النورمال صغيرين وهو أن الكولورايد كونتينت بيكون أكتر من البلازمة اللي هي من 95% ل150 عشان كده لو يتاخد كتير الاكسيسيوز بتاعه هيعمل الهايبوركولوراميك أسيدوزيس محلول الرينجر السوديوم فيه بيكون 147 البوتاسيوم 4 ميلي مول بيرلات والكولورايد 156 الكالسان 22 من 10 والإزمولاريتي 309 اندكيت في حالات السيفير هايبوفوليميا بليسمينت فلويد في حالة البوست اوبراتف والبورنس الفريكشورز كمان في حالة ادائرية انديوس الالكترولايت أبنرماليتس وفي حالات ضيبات الكيتو أسيدوزيس كمان بيتاخد كمنتينانس فلويد دورينج اند اوفتور سرجري أما الكونتر اندكيشن زي حالات الليكتيك أسيدوزيس ودي موضة في البشنت اللي عندهم كونجيستف هارت فيليار الليبر فيليار واخر حاجة وده عشان ممكن يعمل بسبب نسبة الكالسم اللي موجودة فيه لكتات رينجر سيليوشن السوديوم فيه بيكون 131 البوتاسيام 5 الكلوريد 111 والكالسم 2 والاكتات بتكون 29 والاسم الالتي 279 ده بيعمل لديهايدريشن سيكانتريتو ضيارية في القلبيشنط من كل الأعمار رينجر لكتات هو المصد في كمان قلوه ان هو بيعمل لكنه قفيدت في حالات لانه ممكن يعمل ديكستروز خمسة المية او جلوكوس خمسة في المية بيحتوى على جلوكوس خمسين جرون والاسم الالتي 278 تكنيكالي ايزوتونيك يعني بيعتبروه ان هو لكنه لما بيدخل الجسم بيعتبر هاي بوتونيك سيليوشن عشان كده لان عملية نفسها محتاجة ان انت تدخل فيلوز كتير وده لان اللتر واحد من الخمسة في المية جلوكوس بتدينا ميت ميلي من الفلوز اللي بتدخل الانترا فاسكولار الانديكيشن في حالات الديهايدريشن بيستخدم في الاي بي ادمينيستريشن اوف ادراجة ممكن نحل بيه الادوية في حالات الكيتوزيس والاسترفيشن الديارية الفيفر بروتكت الليفر اجينست الهايبو جليسيميا هما بالنسبة للكونترا انديكيشن كونترا انديكيشن في حالات السيرور اليديمة في النيرو سيرجيكال بروسيدور في الاكيوت اسكيمك استروك كمان في حالات الهايبو فليميك تشوك ديكستروز عشر في المية زي جليكوز خمسة في المية لكنه اعلى شوية مفوش الايكترولاي بيستخدم في حالات الاكيوت سيمباتوماتيك ايباست اوف الهايبو كليسيميا وما بيستخدمش لو في حالات الانتراكرانيال او الانتراسبانيال هامورج لانه ممكن يدخل البيشن في سيرجيكال ممكن يتاخد في السنترال وممكن يتاخد منافس الكلام هيبقى في الجليكوز خمسة وعشرين في المية لكن الاختلاف الوحيد ان هو هيستخدم في السنترال لين ديكستروز خمسة في المية في الهوف نورمال سالين الانديكيشن لو هو علشان فيه نسبة من الجليكوز عشان نسبة الكولورايد فيه بتكون عالية الكنترا انديكيشن هناخد بالنا في حالات الكارديك والهيباتي كورينا كمان في حالات الهايبوفولوميك شوك حف نورمال سالين اللي هو 0.45% كمية السوديوم فيه بتكون 75 مليمول البوتاسيام مفيش والكولورايد 75 والكالسام 0 والكلكولكوس 0 والأسمولاريتي 150 ملي أسمولار بالليتر بيستخدم تتريت الباشن هو هايبرتونيك وزبرايمري ديبليشن افزا اكسترا سيرال فليويد هايبر نيتريميا ما بيتخدش في حالات نتيجة الستروك أو الهيت روما أو النيرو كمان في حالات الابنورمل فليويد شفت وانترستيش الاسبيس سوش از الليفور ديزيز البورنس اند تروم هايبرتونيك سالين اللي هو 3% سوديوم كولورايد الاسمولاريتي 1026 ملي أسمولار بير ليتر والسوديوم حوالي 513 ملي اكوفلاند بيستخدم بس واستخداماته في حالات كمان في وقت الاسخدام لازم بناخد بنا نمنع حدوث الابنوري قديمة تاني نوع من المحليل هي يعني بتاعتها بتكون كبيرة لدرجة ان هي ما بتقدرش تعادي الكابيل وبالتالي اهم حاجة هي انواعها زي البولد هومن بلازما اللي هي عبارة عن 5% البيومي 25% البيومي وال5% بلازما بروتين فراكشن في كمان السمي هيدروكسايد ستارش او الهيت ستارش وثالث واحد هو السمي سمي سمي غلوكوز بوليمر اللي هو اديك سترين اول واحد في الكولويد هو البيومي وده ناتشر وكيرين بروتين وموجود في تركيزين 5% اللي هو 50 جرام برليتر و25% اللي هو 250 جرام برليتر بيتاخد سلولي بشكل بطيء علشان نمنع الفيرزر اوورلود مشكلته انه ممكن يعمل بالنسبة لاستخدامات الالبيومي الايزوتونيك سلوشن 5% بيستهدم في حالات الاكيوت اوهر سبعكيوت لوس اف بلازما في حالات بالنسبة بالنسبة اللي هو 20% من الالبيومي بيستهدم في حالات السيفير هايبو البامنمية وزلو بلازما فوليوم انت جنراليز اديما زي الباشنط اللي عندهم سيروزيس او في حالات نفروتك سندروم كمان بيستهدم في حالات لحالات تاني واحد في الكولويد هو هيتا ستورش دا كميكاني موضفايد ستورش بوليمر ذات افلابل از 6% سليوشن في النورمال السلعين هيتا ستورش هايير كولويد اوزماتيك بريشر زي للخمسة في المية الميومين ويعتبر افكتف از بلازما بوليوم اكسباندل الافكتف بتاعه بيستمر لحد 24 ساعة اكتر من الالبيومين 5% اللي بيستمر 12 ساعة بس الدسادفونتش بتاعه انه هو كمان ممكن يعمل لأي مكون من مكوناته ولان له فالفدا جاء بورنينج في 2013 فمعادش بيستخدم اخر واحد في الكولويد هو ديكسترين ده عبارة عن بوليساكرايد بلازما اكسباندل في منه تركيزين هو 10% ديكسترين 40 و 6% ديكسترين 70 الديكسترين 70 يعني بنفضله اكتر من ديكسترين 40 ديكسترين 20 ممكن يحصل منه كمان زي اللي بيحصل مع الهيتا ستارش وده لانه بيزود الكولويد زموتك بريشار لما زيد الكولويد انكوتيك بريشار ده بيقلل الجلومة الفرتريشن ريت وبالتالي ممكن يعمل رينال انجري لكن رينال انجري هنا بيكون اقل من الهيتا ستارش كمان ممكن يحصل منه وده في حوالي 3% من حالات ديكسران انفيوجن لو جينا نشوف احسن المحلين اللي ممكن تستخدم في عملية الريس لازم نعرف الانترا فينس فليوت الاول النورمال سلايم الالف ميلي منه بيته 250 اللي الكتيت رينجر سليوشن الالف ميلي بيدي 250 ورينجر الالف ميلي بيدي 250 بالنسبة لجولوكوس 5% الالف ميلي بيدينا 100 فبالتالي مش بيستخدم في عملية الريس أما الالف يومين 5% ال500 ميلي بتدينا 500 ميلي يعني بنحتاج كمية كبيرة جدا وقلنا انه الالف يومين 25% ال100 ميلي بيدينا 500 ميلي أما الهيدة الصورش ال500 ميلي بيدينا 500 ميلي لكن قلنا ان الFDA علشان مشاكله كتيرة كده وصلنا لنهاية الفيديو وده الجزء الاولاني من البيزيكس وفي الفلاو السيربي ان شاء الله يكون فيه بعد كده جزء ادفانس متنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو لو اول مرة تدخلوا القناة اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله